شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العلي العظيم وضوعنا يدور حول قضية الشفاعة وقد مضت في هذا الموضوع عدته بحوث البحث الأول مفهوم الشفاعة البحث الثاني أنواع الشفاعة البحث الثالث الشفاعة في القرآن الكريم البحث الرابع الشفاعة في الأحاديث المأثورة البحث الخامس شفاعة الأولياء في هذه النشأة البحث السادس جواز طلب الشفاعة من الأولياء البحث الرابع الشفاعة شرائط شمول الشفاعة أما البحث الثامن من بحوث الشفاعة بحوث الشفاعة فيدور حول النوع الثاني من أنواع الشفاعة من أنواع الشفاعة في الآخرة الذي يتبادر من هذه اللفظة إلى الأذهان هو شفاعة هو شفاعة شفاعة التكفير التكفير بمعنى حط الدنوب هذا النوع من الشفاعة من الشفاعة الأخروية يختص بالمذنبين ولكن السؤال الذي يطرح أنه إذا فرضنا أن هناك مؤمنا لم يذنب في حياته ذنبا واحدا أبدا هل يوجد مثل هؤلاء الأفراد هل يمكن واحد يعيش في هذه الحياة المليئة بالإغراءات والشهوات والضغوط الداخلية والخارجية ولا يذنب ذنبا واحدا طوال عمره هناك شعر لطيف لا يمكن ترجمته ولكن ولكن المقدار الذي يمكن أن يترجم منه يقول هذا الشاعر لا تقس أعمال الأخيار بعملك نحن دائما في رؤيتنا في نظرتنا إلى الأشياء وإلى الأفراد ننطلق من ذواتنا الملوثة في كثير من الأحيان فنظن أن الآخرين أيضا كذلك الرجل السارق الذي يمشي في الليل لعله يتصور أن كل من يمشي في الليل فهو سارق عادة الفرد في تقييم للقضايا ينطلق من ذاته ومن أعماله ولكن هذا الشاعر يقول كلا لا تقس أعمال الأخيار على عملك إذا نحن نرتكب في كل يوم ذنبا أو ذنوبا فهنالك بعض أولياء الله تعالى لم يرتكبوا في حياتهم ذنبا واحدا بل هناك بعض الأفراد لم يفكروا في الذنب بل هناك بعض الأفراد لم يرتكبوا في حياتهم مكروها أبدا ولا مكروح بل هناك بل هناك بعض الأفراد كما ذكروا في علم التراجم لم يرتكبوا في حياتهم مباحا أبدا لا حرام ولا مكروح ولا مباح بل كانت جميع حياتهم كما نقرأ في دعائكم حتى تكون أعمالي كلها وردا واحدا كل أعمالهم في خط الله ومن أجل الله إذا واحد لم يعمل في حياته ذنبا مثل هذا الفرد هل يحتاج إلى الشفاعة في يوم القيامة أو إذا فرضنا أن مؤمنا تورط في الذنوب ولكنه أدركته رحمة الله وانتبه وتاب إلى الله توبة حقيقية وتداركت جميع ما فات منه مثل هذا الفرد هل يحتاج إلى شفاعة الأولياء في يوم القيامة يبدو أنه كان هناك تصور عند بعض الأفراد منذ القديم أن مثل هؤلاء الأفراد لا يحتاجون إلى الشفاعة هناك حديث في بحار الأنوار العلامة المجلس رحمة الله تعالى عليه ينقل هذا الحديث يقول هذا الحديث في المجلد الثامن من بحار الأنوار صفحة ثمانية وثلاثين في كتاب العادل والمعاد كان هناك رجل يقال له أبو أيمن وكان هذا الرجل خادما مولا لزوجة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يبدو أن هذا الرجل كان يحمل مثل هذا التصور ولذلك ورد على الإمام الباقر صلوات الله عليه وقال له ما مضمونه شنو تقولون شفاعة شفاعة في يوم القيامة الذين يقرؤون دعاء التوسل في كل يوم هناك أفراد مقيدون بهذا الدعاء نتوجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإلى أئمة أهل البيت ونطلب منهم الشفاعة فاشفعوا لي عند الله في ذيل الدعاء وفي متن الدعاء أيضا شنو تقولون شفاعة شفاعة ما هذا الإلحاح على الشفاعة إحنا أفراد متدينين ماشين في الجاد فلماذا نحتاج إلى الشفاعة الإمام الباقر صلى الله عليه كما في هذا الحديث قال له الإمام تأثر من هذا الكلام الذي ذكره وقال له ويحك يا أبا أيمن أغرك أن عف بطنك وفرجوك هذه الشهوات الضاغطة التي تقود الناس إلى جهنم والعياذ بالله هذه العفة عفة يبدو أنه كان خوش إنسان بلحاظ العمل أغرك أن عف بطنك وفرجوك إلى أن قال الإمام صلى الله عليه ما أحد علماء الأصول يقولون إنها نكرة في سياق النافي والنكرة في سياق النافي تفيد العموم ولكن الإمام صلى الله عليه يؤكد على هذا العموم بكلمة أخرى ويقول ما أحد من الأولين والآخرين حتى أولياء الله حتى أنبياء الله حتى نبي الله إبراهيم ما ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيام هذا هو النوع الثاني من الشفاعة النوع الأول الشفاعة التي تكون للمذنبين ولكن النوع الثاني من الشفاعة هو النوع الذي يحتاج إليه الجميع حتى الأنبياء وحتى الأولياء نحن لتوضيح ما يحتمل أن يقال في هذا النوع من الشفاعة الأخروية وللقاء بعض الأضواء على هذا النوع الثاني نذكر حقيقتين لماذا إبراهيم يحتاج إلى الشفاعة لماذا آدم يحتاج إلى الشفاعة لماذا الأخيار والأبرار يحتاجون إلى الشفاعة ليش ينبغي علينا في كل يوم أن نتوجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ونقول له يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله مو فقط في الحاجات الدنيوية حتى في الآخرة أيضا نذكر حقيقة الحقيقة الأولى نحن عندما وضعنا أقدامنا في هذه الدنيا سبقت هناك فترة تمهيدية هذه الفترة التمهيدية كانت لإعدادنا لكي نتمكن من التعامل مع هذه الحياة أكو هناك فترات لا نحيط بها علما أكو هنالك عالم الذر أكو هنالك عوالم ونشآت مجهولة لدينا ولكن النشأ التمهيدية التي نحيط بها علما بعض الإحاط نشأة الأرحام هذه نشأة تمهيدية لإعدادنا للتعامل مع هذه الحياة كم امتدت هذه الفترة امتدت حوالي تسعة أشهر ما هو مع هذه الحياة هذا يحتاج إلى كفاء يحتاج إلى قدرة يحتاج إلى تمهيد الله تعالى في تلك الظلمات الثلاث أعطانا أكثر من عشرة آلاف مليار خلي أكثر لاحظوا المجديدا يقولون هذا البدن يحتاج وفيه أكثر من عشرة آلاف مليار خلية إذا خلية واحدة من هذه الخلايا يحدث فيها خلل أو يحدث فيها نقص من الممكن يحدث هناك إشكال في التعامل مع هذه الحياة خلية واحدة إذا اختلت يمكن يحدث هناك إرباك في هذه الحياة إحنا في هذه الحياة كم نعيش ثمانين عام إذا هوا ينعمر ميت عام إذا هوا ينعمر الآن الأعمار ستين سبعين عام في عاصمة نقل أن معدل الأعمار لعله هكذا نقل بين العشرين والثلاثين هذا هو المعدل إذن إحنه في حياة ثمانين عام نحتاج إلى أكثر من عشرات آلاف مليار خلية اللانهائي الحياة اللانهائية كم نحتاج إلى أكثر من عداد الآخرة كم كم نعيش في الآخرة نعيش في الآخرة إلى ما لا نهاية له هذا مفهوم لا نهاية على قول علماء المنطق نتصوره بالوجه ولا نتصوره بالكنح يعني إش قد تمشون إحنا إن شاء الله إذا رحنا إلى الجنة إش قد نبقى بالجنة مليار عام أكثر ألف مليار عام أكثر كلما تفكرون فأنتم باقون باقون بإبقاء الله تعالى هذه الحياة اللانهائية كم تحتاج من الإعداد واحد من الأفراد كان يقول الله تكفل لنا الدنيا وطلب مننا أن نعمل لآخرتنا كان هو يقول يا ليت القضية الله تعالى كان يتكفل لنا آخرتنا ويوكل لنا الدنيا اسموا كلامي أن هذا الكلام في محل أولى الكلام الحياة اللانهائية علماء الرياضيات يقولون أكبر عدد في مقابل اللانهائية يعتبر صفر أكبر عدد تخيلوا أنتم هذا الصفر في مقابل اللانهائية هذه الحياة الأبدية الخالدة في رواية حول أهل الجنة شباب لا يهرمون أصحاء لا يمرضون واقي إلى النهاية خالدون وهم فيها خالدون إيش قد تحتاج إلى إعداد ما نعمله من هذه الأعمال مهما بالغنا فيها طبعا إحنا أعمال نخو كلش متواضعة هل يمكن أن تعتبر مناسبة لهذه الحياة الأبدية هناك شيء معروف أن بعض الأولياء عندما كانوا يكملون صلواتهم كانوا يستغفرون الله تعالى ويبدأ بأكل الطعام أنتوا الآن إذا أمام ملك أمام شخصية عظيمة يمكن واحد أمام هذا الملك يعلج أو يأكل طعام هل نفعل نحن ذلك فكيف أمام الله سبحانه وتعالى الأكل أمام الله سبحانه النوم أمام الله سبحانه لوازم القصور الإمكاني هذه كلها تحتاج إلى استغفار في نظر بعض الأولياء طبعا لعلنا مو في تلك المستويات بعضنا لا نفهم هذا المنطق وهذه الرؤية ولكنها واقع نحن غارقون في القصور بكل أنواع ولذلك أكو في الروايات في الأدعية ولا تخرجني من التقصير يعني دائما أشعر بالتقصير مهما هذه الحقيقة الأولى أننا مهما عملنا فنحتاج إلى رحمة الله تعالى أكو قضية معروفة مضمونها لعله بهذا الشكل أنه ذلك العابد قال له الله تعالى أدخل الجنة بفضلي هذا العابد كان متكل على عمله قال لا يا رب وإنما أدخل الجنة بعملي قال الله تعالى جيبوا جيبوا الموازين أكو رواية في الكافي راجعوها رواية لطيفة يقول هناك ثلاثة الدواوين ديوان النعم وديوان الحسنات وديوان السيئات فإذا وضع ديوان النعم بجنب ديوان الحسنات استغرقها بعد الموازنة تبين أن عمل هذا العابد عابد تدرون يعني شنو العابد يعني الذي يصوم النهار كله طيلة عمره ويسهر الليل كله طيلة عمره تبين أن كل ما عمله من العباد لا يساوي نعم واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى وإحنا إذا صلينا صلاة أو حججنا حجا أو ليلة من الليالي وفقنا لنافلة الليل نظن أنه فتحنا باب خيبا ونضع المنا على الله سبحانه ونفكر أكل الله تعالى فتعابد مثلنا قل لا تمنوا عليّ إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فإذن في الواقع الحقيقة الأولى كل ما نعمله من أعمال لا تساوي شيئا أمام عظمة الله تعالى وأمام ما تحتاجه الحياة الأخروية الباقية هذه الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن رحمته تهبط عبر وسائط الرحمة الله تعالى يقول في القرآن الكريم فالمدبرات أمر الملائكة وسائط الرحمة الإلهية في هذا الكامل الآن هذه الرحمة الإلهية يجب أن تهبط على جميع الخلائق ولكنها تهبط عبر من؟ عبر أعظم واسطة من وسائط الرحمة الإلهية وهذه الواسطة هي وجود خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله الرحمة الإلهية تهبط على جميع البشر بواسطة خاتم الأنبياء ما أحد في هذه الرواية من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة هذه الرحمة رحمة للعالمين ليست رحمة للعالمين في هذه الدنيا فقط وإنما في تلك النشأة أيضا هذه الرواية رقم ستعش من هذا الباب الرواية رقم واحد وثلاثين رواية أخرى قال رجل لأبي عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه إن لنا جارا من الخوارج الخوارج كانوا قديما والآن موجودين أيضا الخوارج القدامى والخوارج الجدد عندهم نوع من التطرف في الفكر وفي العمل التطرف شي مو محبوب مو ممدوح في عقيدتهم أكو تطرف في عملهم أكو تطرف في رؤيتهم للآخرين أكو تطرف إن لنا جارا من الخوارج يقول إن محمدًا صلى الله عليه وآله يوم القيامة همه نفسه فكيف يشفع؟ النبي هو متورط ويا نفسه فكيف يشفع للآخرين؟ فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه الإمام الصادق ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة الرواية الأخرى رواية رقم واحد ثمانين في هذا الباب قال أبو الحسن عليه السلام الظاهر يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه إذا كانت لك حاجة إلى الله إحنا وعدنا حاجات ولكننا إما نعبر عليها وإما نلجأ فيها إلى الأسباب الطبيعية ولكن القرآن الكريم وأحاديثه أهل البيت والنبي الأعظم صلوات الله عليهم أجمعين ترشدنا إلى أنه التجئ إلى الله وحتى إذا لجأتم إلى العوامل الطبيعية فباعتبار أن الله أمر بها ولكن لا تغفل العامل الواقعي إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي صلوات الله عليهم فإن لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القدر فبحق ذلك الشأن وذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بكذا وكذا تطلب حاجتك بعديا كأنه الإمام صلوات الله عليه في تتمة هذا الحديث يريد أن يبين شأن من جعلتهما شفيعين إلى الله لماذا استشفعت بمحمد وعلي يقول فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن لعله يعني امتحن الله قلبه للإيمان إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم يحتاج إلى محمد وعلي صلوات الله عليه وليس هذا بالعجيب لأن علي أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقد ذكرنا وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم الله تعالى في آية المباهلة يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا من دعاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب فهو النفس رسول الله صلى الله عليه وآله فبناء على ذلك لا استغراب ولا استبعاد فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحا إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم هذا هو مقامهما عند الله في هذه المشاكل الدنيوية التي تعرض لكم التجئوا إلى الله بهما بشفاعتهما بواسطتهما ننتقل إلى البحث التاسع البحث التاسع القرآن الكريم في يوم القيامة شافع ومشفع القرآن الكريم يأتي يوم القيامة في صورة رجل أو في صورة شاب ويشفع فيكون من الشافعين هذه القضية واضحة ومذكورة في الروايات الكريمة ولكن النقطة التي نحب أن نلفت أن نظر إليها أنه كلما كان الاهتمام بالقرآن الكريم أكثر كلما كان الفرد أقرب إلى شفاعة القرآن الكريم الإهتمام بالقرآن الكريم له مظاهر وله درجات وله أشكال شكل من هذه الأشكال قراءة القرآن الكريم هذا في القديم كان متعارف أن أصحاب المحلات التجار غيرهم عندما كانوا يفتحون محلهم أول الصباح كانوا يبدأون عملهم بقراءة القرآن الكريم هذا الشيء متعارف قراءة القرآن كانت متداولة هناك بعض الأفراد وبعضهم نعرفهم في كل يوم كانوا يقرؤون جزءا كاملا من القرآن الكريم هل يمكن أن تكون شفاعة القرآن لمثل هذا الرجل الذي أسحر ليله بالقرآن وأضمأ هواجره بالقرآن وبقراءة القرآن يمكن أن تكون شفاعة القرآن الله مثل ذلك الرجل الذي لا يقرأ القرآن إلا في شهر رمضان هناك بعض الأفراد لعلهم لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان هناك نوع من الإبتعاد عن القرآن الكريم الله تعالى يقول اتخذوا هذا القرآن مهجورة المهجور يعني شنو؟ هذا النوع من أنواع الهاجر أحد الأفراد نقلي عن عائلة الآن ما أذكر تفاصيل تلك العائلة قال في بيت أكو هنالك عائلة يعيش عدة أفراد هؤلاء قسموا ساعات الليل والنهار عليهم مثلاً أفرضوا من ساعة إثنعش إلى ساعة ثنتين ليلاً فلان يقرأ القرآن أو يعبد الله تعالى من ساعة ثنتين إلى ساعة أربعة فلان الآخر نوبات متناوبة يقرأ القرآن فكان يقول هذا البيت لا يخلو من قراءة القرآن أو العبادة الترديد مني طيلة الليل والنهار عندنا في الأحاديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الآخر هكذا إشراقعته وأظن أنه في الروايات بعيد العهد الآن حول نبي الله داوود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أكو مثل هذا أنه جعل في بيته ورداً متناوباً للعباد هذا مظهر من مظاهر الاهتمام بالقرآن وفي الروايات إن هذا من عوامل شفاعة القرآن القرآن يجي يقول إن هذا أسهر في قراءة ليلة وأضمأ في قراءة هاجرته فيشفع لها القرآن القرآن جداً مهم إحنا الآن في إيدنا ماكو كتاب سماوي غير القرآن الكريم بقية الكتب فيما بأيدينا محرفة توراة الإنجيل بقية الكتب جداً مهم الكتاب الإلهي الوحيد الثقل الأكبر في الأحاديث أكو أنه يومي إقر خمسين آية من القرآن الكريم في رواية أخرى الشاب الذي يقرأ القرآن مضمون الرواية فيختلط القرآن بعظمه ولحمه القرآن يتحول إلى جزء من كيانه قراءة القرآن مهمة من المراتب حفظ القرآن الكريم لاحظوا الأفراد الذين يحفظون القرآن طبعاً إذا ماكو مانع لأن هذه مقتضيات عدهم نورانية معينة نور في الباطن في القلب آية القرآن تعطي النور في الباطن من المظاهر قراءة القرآن ولو يومي واحد يقرأ صفحة واحد أحياناً واحد يشوف شهر ما قاري قرآن لأنه ما مخلي لبرنامج واحد في كل بعد ينبغي أن يخلي لبرنامج ولو يكون متواضع صفحة واحدة من القرآن بالنتيجة بعد فترة تختمون القرآن واحد يعيش القرآن واحد في بيته يخلي شريط القرآن أشرطة القرآن تؤثر في القلب بالذات إذا يكون القارئ رجل متقي إذا حقيقة متقي قبل كم يوم نشروا القرآن جداً مهم أن شاب في فلان بلد إسلامي عزم على الانتحار ضاقت به الحياة فكر أن ينتحر هذا بعد آخر الدواء الانتحار فصعد على عمود مرتفع جداً راح ليفوق حتى يلقي بنفسه إلى الأرض ويموت شاب ما أدري عمره خمسة وعشرين شكال تجمهر الناس كان مكتوب تجمهر حوالي خمسة آلاف واحد ينادونه أنه انزل لا تنتحر ارحم نفسك مثلاً ارحم عائد أبد رجال الشرطة اجوا بمكبرات الصوت ناشدوا أبد ما أعلم هاي الفكرة شلون خطرات القرآن الكريم مسجد مجاور في المئذنة خلوا صوت القرآن الكريم وإذا بهذا الشاب تدريجاً يخشع قلبه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله شوية شوية أخذ قلبه يخشع عيالين ونزل فضيل ابن عياض تحول كما يقولون إلى ولي من أولياء الله لسماع آية فإذا واحد يكون محشور مع القرآن مرتبط مع القرآن يقرأ القرآن هذا يأثر يأثر في دنياه يأثر في آخرته الشفاعة القرآنية الدنيوية والأخروية شرحنا فيما مضى الشفاعة الدنيوية القرآن شفيع في الدنيا والآخر حفظ القرآن قراءة القرآن فهم معاني القرآن مع الأسف أن الأغلبية لا يفهمون لعله كثير لا يفهمون حتى ألفاظ القرآن هذه ممأساة حقيقة العمل بالقرآن نذكر مجموعة من الروايات في هذا المجال الروايات ذكرها الحر العام لرحمة الله عليه في كتاب الصلاة من وسائل الشيعة نقتصر على فقرات من الروايات لأن الروايات طويلة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عليه يا سعد تعلموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة النظر إليها الخلق الآن ما هي هذه الصورة شنو التحليل هذه الصورة هل هذا يعبر عن فكرة تجسيد الأعمال أو يعبر عن واقعية أخرى بحوث إلى أن قال إلى حتى ينتهي يعني القرآن إلى رب العزة فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يعني تقبل شفاعته شفاعة القرآن كيف رأيت عبادي الله يخاطب القرآن الكريم فيقول يا رب منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي فيقول الله لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب إلى أن يقول فيأتي الرجل من شيعتنا القرآن الكريم في هذه الصورة يأتي إلى المؤمن فيقول ما تعرفني أنا القرآن الذي أسهرت ليلك الليالي سهرت وقرأت 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 هناك آية في القرآن الكريم يجب أن نضعها دائما أمامنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذه صفة أولياء الله سبحانه وتعالى وأن صبت عيشك يعني تعبت لأجلي فينطلق به إلى رب العزة فيقول يا رب عبدك قد كان نصبا بي مواضبا علي يعادي بسببي ويحب فيي ويبغض يعني القرآن هو الملاك هو المقياس المنطلق هو القرآن مو الذات مو العلاقات الاجتماعية فيقول الله أدخل عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة وتوجوه بتاج ثم يقول الله سبحانه وتعالى أنه لدينا مزيد الرواية الأخرى يدعى ابن آدم للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول يا رب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ويطيل ليله بترتيلي العبارة اللطيفة يطيل ليله نحن اللي نوم من أول ليلة إلى الفجر أو إلى بعد طلوع الشمس لا سمح الله ليلنا قصير واحد يغمض عنه بعدين يفتح عنه يشوف الشمس طلعات أما هذا اللي يسهر من أول الليل إلى الفجر أو فترة طويلة ليله طويل ما أدري شايفين في ليالي الإحياء كيف يطول الليل ويطيل ليله بترتيل وتفيد عيناه إذا تهجد يبكي واحد ينبغي أن يقرأ القرآن بالحزن ويحزن نفسه بالقرآن فأرضه كما أرضاني هذه شفاعة القرآن قال فيقول العزيز الجبار عبدي أبسط يمينك فيملأها من رضوان الله ويملأ شماله من رحمة الله أيهما أهم رحمة الله أو رضوان الله رضوان الله أكبر ورضوان من الله أكبر ثم يقال هذه الجنة مباحة لك فاقرأ واصعد فإذا قرأ آية صعد درجة كم درجة أكو في الجنة بعدد آيات القرآن كل الدرجة في مقابل آية الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق محل يعني شنو يعني اثنين ذهبوا إلى القاضي فأحدهما شكا على الآخر هذا يقال محل فلان بفلان وماحل ما يحتاج إلى دليل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة جعله أمامه يعني شنو يعني القراءة يعني الحفظ يعني الفهم أو يعني العمل جعله أمامه إحنا نعمل بالقرآن حقيقة حكوماتنا تعمل بالقرآن أو نقول قال الله وأقول بعض الشباب واحد يشوقهم على الزواج يقول ما عندي ما عندي تقول الله ضمن لك إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله هذا الزمان إلهي إذا التاجر يضمن لكم ما تقبلون ضمانه تقبلون أما الزمان الله من يقبل يقول من اتمك هذا يعني جعله أمامه الآيات المنسية في القرآن الكريم آية الأمة الواحد وأن هذه أمتكم أمة واحد حقيقة أمتنا الآن أمة واحد هذا جعله أمامه آية الأخوة إنما المؤمنون إخوة حقيقة المؤمنون الآن إخوة أو هذا مواطن وهذا أجنبي والمواطن درجات درجة أولى درجة ثانية هذه الحدود الموجودة في البلاد الإسلامية آية الأمة الواحد آية الأخوة آية الحريات يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليها حقيقة حكوماتنا هالشكل أو تحاول أن تخنق الحريات بقدر الإمكان إذا الشيء ما يعملون لأنهم ما يقدرون مو أنهم لا يريدون غالبا طبعا من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أكو قضية مطولة فقط أشير إليها أحد الغربيين كان جاي إلى البلاد الإسلامية لعل مضمون القضية بهذا النار كان شايف في مكان لوحة إنما المؤمنون إخوة جدا كان منبهر بهذه الآية الكريمة عجيب حقيقة تعاليم القرآن مبهرة إحنا تعودناها مثل السمكة اللي ألفت الماء بعدين كان شايف مظهر ما علي بتفصيله خلاف الأقو بعدين في مكان كان شايف قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النظافة من الإيمان جدا قضية مهمة نظافة جزء من الإيمان بعدين كان شايف مظهر في حوض خلاف هذا كان يقول الفاصلة بين هذه اللافة وهذا الحوض كام عشرة أمتار الفاصلة المكانية ولكن الفاصلة العملية ألوف الكيلومترات أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه يقول الله الله في القرآن لا يسبق أنكم بالعمل به غيركم على كل حال ينبغي علينا أن نحاول المزيد من الاهتمام بالقرآن قراءة وحفظا وحفظا وتجويدا وفهما وعملا حتى يكون شفيعا لنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي